أنا فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً وهي طفلة وحيدة لوالديها وتعيش معهما وعندما أغلقت المدارس بسبب الوباء أصبحت أنا تقضي أيامها في المنزل والد أنا هو أحد العمال الأساسيين الذين يسمح لهم بالعمل عند الإغلاق لكن تم تقليل نوبات عمله لذلك كان على والدة أنا أن تجد عملاً لتأمين دخل كاف للأسرة وكانا يعملان في نوبة عمل مختلفة لكي يبقى أحدهما مع أنا في المنزل فعندما يكون أحدهما في العمل يكون الآخر في المنزل ولكن من يبقى في المنزل يكون بحاجة أيضاً إلى النوم وتقضي أنا معظم وقتها في الغرفة الصغيرة التي تنام فيها عادة ولمواصلة تعليمها الدراسي تستخدم أنا هاتفي والديها للمشاركة في الدروس عبر الأنترنت مع معلميها وفي هذه الأيام أصبحت أنا تقضي الكثير من الوقت على الأنترنت خارج ساعات دراسة فيها تتواصل مع صديقاتها من خلال منصات الأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في البداية كانت هذه طريقة ممتعة حقاً لتواصل مع أصدقائها في المدرسة لكنها بدأت بعد ذلك في تلقي رسائل لئيمة من بعض الفتيات الأخريات في المدرسة وعندما نشرت صورها سخروا من مظهرها فجعلها ذلك تشعر بالحزن ثم بعد ذلك بدأت أنا بتكوين صداقة جديدة عبر الأنترنت وكان هؤلاء الأشخاص يقولون لها أشياء لطيفة ويطلبون رؤية صورها مما جعلها تشعر أكثر ثقة بنفسها وكانوا أحياناً يسألونها أسئلة غريبة لكن كانت أنا ترد عليها لأنها تريد أن يبقوا أصدقاء لها ترجمة نانسي قنقر